في حداثنا عن التفاوض أعتقد من الأهمية كما ذكر ستسفير يعني اختيار المفاوض ومصر بها الكثير من المفاوضين والقانونيين تم الاستعانة بهم سواء كان قبيل معاهدة السلام وأيضا في طابة كيف تم اختيار المفاوض شوفي زي ما قلتلك هناك مقولة في العسكرية أن نتيجة المعركة بتحسن قبل أن تطأ أقدام الجنود أرض المعركة ده بالنسبة للعسكريين وأيضا يعني أنا بعتبر أن الدبلوماسية هو سلاح يعني فيه أنت عندك فيه عندنا سلاح الادفعية وسلاح المشاو وسلاح الطيران فيه سلاح الدبلوماسية الدبلوماسية شوفي أنا دايما بقول أن مصر هي دولة من دول العالم التالت ماش يعني دولة عظمة أو قطب من الأقطاب ولكن مصر بيميزها حاجتين أولا التاريخ والحضارة بتاعتها وتاني شيء الدبلوماسية يعني مصر الحقيقة أنجبت أجيال من الدبلوماسيين شوفي مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة مصر دولة مؤسسة للجامعة العربية مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي مصر دولة مؤسسة لحركة عدم الإنحياس مندوب مصري شارك في إعداد المثاق العالمي لحقوق الإنسان كل دي خبرات متركمة أساتزة بيرفعوا الراية في فترة ثم يذهبوا ويتركوا ويسلموا الراية لجيل جديد تتلمذ على إيديهم فإحنا عندنا يعني قائمة من الأساتزة وقائمة من الدبلوماسيين المحترفين زي ما سعد السفير رخى قال مصر دايما نقول مصر في رباط إلى يوم الدين ليس فقط رباط عسكري رباط دبلوماسي يعني زي ما قال إن إحنا منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر وهناك مفاوضات لجنة ميلنر والوفد اللي كان يراح لباريس عشان السلام بعد الحرب العالمية الأولى حصلنا على الاستقلال في سنة 1922 اتفاقية 1936 كل دي بعد حرب 56 والاعتداء السلاسي التفاوض اللي قامت بيه مصر من أجل الإسقاط الإمبريالية العالمية وتحرر دول العالم التالت في أفريقيا وفي أسيا كل دي يعني خبرات وحصلت عليها مصر وأنجبت جيل من الدبلوماسيين يعني في الاتفاقات بتاعت السلام وفي اتفاقات طابة عمليقة يعني عندنا عمليقة اشتركوا في القناة